القراءة طبعاً راح تكون للبرج الشمسي والقمر والطالع. وايضاً تقبل العكس. يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الاسد. ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة للك. او طاقتها تنطلق عليك. خلينا نشوف شو هي خطوتك اه بالمستقبل. عم شوفك اه عم تركز. رح تركز على الامور الايجابية. يعني في عندك بالمستقبل نضرة الى الامور ولكن من ناحية ايجابية. يعني بدك تنظر. اه على الجمال الاشياء. على الاشياء الجميل الشيء وتركز عليه. ايضاً عم تشوف. من ناحية الكومينيكيشن او من ناحية التواصل. في عندك رح يصير مع شخص تواصل اه كتير منيح. شخص رح تتفاهم معه. بجوز هو نفس الشخص. اه هيدا يصير فيه بينكم للمنفصلين ورجوع وللي اه دي اللي بينكم الوضع مش كتير منيح حاليا. عم تشوف من ناحية التواصل. يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون افضل. ولكن عندك هاي الفارس. فارس النقود. حركته بطيئة شوي. فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة ولكن عم شوفك رح تدرس الخطوات اكتر. يعني قبل ما تتخذ اي قرار عم شوفك عم تدرس الامور اكتر. ايضا انت بالمستقبل مركز على رح تركز على الجانب العاطفي. عم شوف انه انت ناين مع هالشخص. فبشوف من اه جهة برج الاسد. البعض منكم فعلا بده يحط مجهود بها العلاقة. ايضا الابراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما انسى قبل ما نشوف شو خطوات الحبيبة المستقبلية. الابراج اللي ممكن انت هم تتعامل معها. ممكن تكون ابراج اه نارية ولكن بتوقع اغلبية الطاقة النارية بالقراءة هي ضعبتك. ممكن بعم تكون عم تتعامل معها ابراج ترابية. اه مش عم شوف كتير اه ابراج مائية ولكن في الغالبية ترابية وايضا هوائية. ممكن يكون اه مائي هالشخص ولكن اه مش كتير مبين عندي مائي. ممكن يكون اي برش طبعا. هاي فقط احتمالات. اه بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة او خطوته في المستقبل. عم شوف انه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص. عم يحاول يتقرب اه الى الله اكتر او عم يحاول يعني اه يرتقي او يعلى بروحانياته. لانه هو بده عم شوف بده ايضا يصلح الامور معك من ناحية العاطفية بده يكسبك كصديق هالشخص. قبل اه قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم. عم شوفه منعزل. واذا انت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوفه هو عم يراقب من بعيد علاقتك او عم يشوف عم يشوف تحركاتك مع الاشخاص الجديدة بحياتك. شخص عم شوفه حاليا منعزل منطوي على حاله عم عم يبحث عن عن اجوبة بالمجال الروحاني او عم يحاول انه يفهم اخر العلاقة بينكم شو هي لانه مبين انه هو بخطوة القادمة من ناحية المشاعر هالشخص في عنده مشاعر كتير فيا اوراق مائية هون كتير. فمن ناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لالك او كتير بيكم مشاعر اه لالك. الى انه عنده ايت فهالشخص من ناحية العقلية مشوش. لسه لسه مشوش. لسه في عنده مخاوة اه داخلية. ايضا عم يحس انه هو بصراعة. عم يحس انه فيه منافسة بينه وبين الاشخاص اللي حواليك او فيه منافسة بينه وبينك تجاه اه اشيوعيا. عم يحس انه اه العلاقة بينكم اه فيها كتير من مش التناقض ولكن فيها كتير من من التحدي. وهو عم يحس انه دائما اه لازم يظهر بصورة قوية تجاه هالشخص. ولكن عم شوف انه عنده اه هاي امرأة بتوتع بحنان عاطفي كتير كبير. يعني هالشخص رح يكون متعاطف اه كتير بالعلاقة بينكم تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك انت شخصيا. ومشوف انه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة. وايضا فقط هو في عنده شوي 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 مخاوف وبرانويا. بالنسبة لتعقدكم المشتركة بالمستقبل هي لني. فانت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم او كيف تصلحوا الوضع بينكم. عم شوف انه انت عندك النية وهو ايضا عنده النية. انه فيه تصليح للامور والوضع بينكم. ايضا عندك ايضا ترمز الى الى الشفاء. يعني الكارتين هدول بيحملوا نفس المسيج او نفس الرسالة. فانت وهو بدكم توصلوا الى نقطة وسط او نقطة عدل او او نقطة تحلوا فيها الامور بينكم. بدنا تعلق من الناحية العاطفية. لانه في عندكم ايسوف كوبس. يعني في عندكم بالعاطفة برج الاسد بداية جديدة. ممكن تكون معها الشخص وممكن تكون يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد او شخص اخر. ولكن عم شوف للبعض منكم برج الاسد. اللي منفصل او اللي مش عم يحكو مع الحبيب. يعني في عندك بدايات جديدة. ايضا اه طيب. ممكن انت عم تكون عم تتعامل مع برج الجوزة. هالكارت بيتبع برج الجوزة. ممكن عم تتعامل مع برج السرطان. هالكارت بيتبع برج السرطان. ممكن ايضا عم تتعامل مع برج الثور. انه هالكارت عم يتبع برج الثور. ايضا جميع الكارت التوضيحية بالديك هاد. جميعها ميجر ارقانة. او من الكارت الكبيرة. يعني فيه تغيرات اه كبيرة راح تصير بينك وبين هالشخص. هلا نصوي لكل كارت. انتم هو راح تنحطه بمطرح في كل اختيار. او راح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين. او تختاروا انه ترجعوا لبعض او لا او تختاروا انه تصلحوا العلاقة مع بعض او لا. يختلف الوضع من شخص الى اخر. ايضا تتعيد يعني فيه عندكم تقدم راح يكون سريع. بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك انت مع بعض الحركة بينكم. التقدم بينكم راح يكون كتير سريع. لانه هالورقة تحكي عن التقدم الى الامام وايضا راح يكون تقدم كتير سريع. بالنسبة لهالكارت اخر كارت. فيه اه عم شوف انه انت هو عم تفكره بالتزام جدي او ارتباط جدي لانه هالكارت كارت الزواج. ولكن مش ممكن يعني بالضرورة انه يعني زواج ولكن يعني شيء اه جدي. يعني اذا انت او هو بعلاقة كاجول او علاقة عادية ممكن تتطور العلاقة الى انه يكون فيها اه ارتباط او ازتزام جدي. ايضا البعض منكم اللي بعلاقة ممكن تتطور الوضع الى خطوبة او من خطوبة الى زواج. اه الفكرة بها الكارت انه الامور يعني راح تطلع اعلى او راح تطلع خطوة اعلى. فهاي اتعقدكم المشتركة مع بعض كتير اه كتير منيحة عمشوف في عندك بدايات بالحب بالعاطفة جديدة عمشوف البعض منكم اللي مش عم يحكي اه مع الحبيب في عندكم فرصة بدك انت تشوف اذا اه راح تستغلها انتو هالشخص ولكن في عندك فرصة ايس اوف كوبس في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني اه صفحة جديدة. ايضا التاقة بينكم راح تكون كتير سريع ففي اه فرصة لبرج الاسد كتير عالية ببدايات حب اه جديدة وايضا تواصل تواصل كتير سريع وكتير وكتير منيح. اوكي احباري برج الاسد. اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيتي الفيديو لا تنزى تحطي لايك وكومنت شير وسبسكاين. ان شاء الله راح شدكم في الفيديو. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة